معنا اليوم بيام 2009 المحور الأول الأعداد والحساب وهو التمرين الأول لتكون الأعداد A و B و C بالجذور كلها بالجذور أعداد صماء أكتب هذا المجموع على الشكل A جذر 5 للمجموع تقاوبي معناته هذا وهذا ما هي الفكرة؟ الفكرة أنني أكتبه على الشكل عدد A جذر 5 ثم أكتب هذا العدد على الشكل B جذر 5 ولكن شئتم هنا هي A وهنا هي K معناته عدد في جذر 5 وهذا عدد في جذر 5 عندما أجمعهم أخر الجذر 5 عمل مشترك كيف أفعل ذلك؟ هناك طرق كثيرة يمكن استعمال الحاسبة الحاسبة مباشرة تحول العدد تكتب العدد هنا بالطريقة الجذرية هنا هنا طريقة الجذر فتعطيك النتيجة مباشرة من الشكل المطلوب وتعوذ بها مباشرة هذه طريقة طريقة ثانية هذا الثمانين هذا هذا الثمانين تقسمه على خمسة وهذا الخمسة وأربعون تقسمه على خمسة هذه طريقة طريقة أخرى أنك الثمانين تحللها على شكل جداء إلى أقصى حد فتظهر لك العام الخمسة خمسة وأربعون أحلله إلى أقصى حد إذن هناك ثلاث طرق إما تسجل هذا العدد في الآلة الحاسبة ويعطيك مباشرة النتيجة تكتب هذا العدد تساوي يعطيك النتيجة وتعوذ بهما هنا بالنسبة للجذر هناك طريقتين ولا هناك ثلاث طرق الطريقة الأولى بالآلة الحاسبة مباشرة لدير الجداء هنا بالآلة الحاسبة تكتب الجداء هنا وتعطيك النتيجة هنا هذه طريقة طريقة أخرى أنك تستعمل هذا البي وتستعمل هذا الآ وهذه طريقة لم يطرح لأجلها السؤال الطريقة الثالثة وهي المطلوبة أنك تبسط A وتستخدمه وتبسط B وتستخدمه إذن هنا كان المجموع وكان الجداء المرحلة الأولى تبسيط العدد A تبسيط العدد B استعمالهما للمجموع واستعمالهما للجداء هذه فكرة بالنسبة للسؤال الثالث لم يستخدم لم يستخدم الآ والبي هذه ملاحظة لاحظ السؤال الثالث لم يستخدم هذا السؤال لم يستخدم هذا السؤال ولم يستخدم هذه المعطيات ما معناه؟ معناها السؤال الثالث سؤال مستقل السؤال الثالث سؤال مستقيم يستعمل سي فقط معناتها في الإجابة قادرين نبدأ به والول كيف نجيب عنه؟ هناك أفكار كثيرة منها نحسب السمن هنا نربعه متطابقة شاهرة الأول مربع زي الثاني مربع زي الثاني هذه طريقة طريقة أخرى تكتبه مباشرة بالألة الحاسبة مباشرة أسجله مباشرة بالألة الحاسبة هذه طريقة طريقة أخرى نستعمل الألة الحاسبة مع التخزين كي نحاجف الألة الحاسبة واسمها STOL STOL هو التخزين إذن هنا يا التخزين ما هي أهمية هذه الفكرة؟ أنك تتعود عليها أنك تتعود عليها هل تستطيع أن تخزن العدد C ثم تستعمله هنا وتكتب مباشرة في الألة الحاسبة السمن ربع على جذر 5 كان هذا الحل الشفوي نأتي الآن إلى الحل الكتابي بيام 2009 الآن يساوي جذر 80 الثمانون هذه لو نقسمها هذه الثمانين لو نقسمها على خمسة تعطينا 16 جذر الآن في جذر B هو جذر آ في جذر B هذا مربع تهم يعود أربعة الخلاصة ما هي؟ الآ الآ هو أربعة جذر خمسة إذن لاحظ هنا الانطلاق والوصول الآ هو أربعة جذر خمسة الآ هو عدد في جذر خمسة الآ هو كا في جذر خمسة بنفس الطريقة الخمسة وأربعين أقسمها على تسعة أقسمها على خمسة فأحصل على تسعة بالنسبة للجذر جذر A في B يسوي جذر A في جذر B المربع التام هنا ثلاثة فتكون إثنان في ثلاثة تسوي ستة ما هي الخلاصة؟ لاحظ الانطلاق والوصول إثنان في ثلاثة ماذا تسوي؟ تسوي ستة إذن ستة جذر خمسة إذن B هو ستة جذر خمسة وأ هو أربعة جذر خمسة الانطلاق والوصول هذه الخلاصة هذا تبسيط إذا هناك عنوان تبسيط A و B هذا عنوان في الحقيقة إذن في الحقيقة هذه عنوان تعطيك التصور العام والمخطط العام للحل إذن ما هي المرحلة الأولى من التمرين؟ تبسيطهما أين هو التبسيط؟ هو هذا المرحلة الثانية استعمالهما في المجموع المرحلة الثالثة استعمالهما في الجداء إذن هذه العنوان مهمة تبسيطهما قد تم استعمالهما في المجموع A زائد B هنا عدد طبيعي وهنا عدد طبيعي فأجمعهما وهنا جذر خمسة وجذر خمسة فأجمعهما هذا من خاصة من خواص الضرب هي التجميع تجميع الحدود المتشابهة الآن الحسابات أنني أعوذ C بما يساويه مرحلة الأولى المرحلة الثانية ألاحظ متطابقة شاهرة الأول مربع الزائد الثنين في الأول في الثاني الزائد الثاني مربع المرحلة التي بعدها احسب الحسابات جذر خمسة أس ثنين يختفي التربيع مع الجذر الثنين في واحد في جذر خمسة واحد أس ثنين جمع الحدود المتشابهة الخمسة والواحد ستة وتكون اثنين جذر خمسة ألاحظ ألاحظ أن هذه النسبة أن هذه النسبة مقامها ليس ناطق ما زال العمل لم يكتمل هذه الجذر خمسة في المقام ليست عدد ناطق ونحن مطالبين بنسبة مقامها عدد ناطق من كي نضرب البسط في المقام في جذر خمسة في جذر خمسة ما هو الخطأ المنتظر هنا الخطأ المنتظر هنا أن التلميذ ينسوا الأقواس هنا إذن في هذه المرحلة من هنا إلى هنا ما هو الخطأ الذي ينتظره الأستاذ ينتظر الأستاذ أن ينسى التلميذ الأقواس هنا الآن ستة جذر خمسة توزيع الضرب على الجمع اثنان جذر خمسة في جذر خمسة تبسيط حسابات ستة جذر خمسة على حالها جذر خمسة في جذر خمسة خمسة في الاثنان تسوي عشرة وجذر خمسة أثنان هي جذر خمسة في جذر خمسة وتسوي الخمسة والخلاصة أن السم رب على جذر خمسة ستة جذر خمسة زيد عشرة على خمسة كيف أتحقق من كل هذا العمل بسيطة جدا تخزن هذه الأعداد في الالة الحاسبة هنا كان ال-A وال-B وال-C تخزن هذه الأعداد تخزنها تخزن ال-A وتخزن ال-B وتخزن ال-C تخزن الثابت الأول والثابت الثاني والثابت الثالث خلاص عادوا مخزنين عندما تخزنهم عندما تخزنهم تجمع مباشرة دير A زائد B مباشرة دير A زائد B مباشرة فتعطيك النتجة هنا الدير A في B تعطيك النتجة هنا الدير C مربع على جذر خمسة تعطيك النتجة هنا مباشرة السؤال الآن كيف أخزن الأعداد أجبت عنه في بيام 2007 وكرره الآن كيف أخزن العدد 7 عندي العدد 7 كيف أخزن 7 كيف أجعل 7 تسوي A كيف أجعل 7 تسوي A هناك أربع مراحل المرحلة الأولى تسجل 7 ثم تسجل 7 ثم stall هذه S stall ثم تختار المجهول A المرحلة الأولى هي 7 والمرحلة الأخيرة والمرحلة الأخيرة هي A المرحلة هكذا إذن لاحظ أول كتابة أول كتابة هي 7 آخر الكتابة هي A هي A هي A هنا فكيف أستعمل تساوي هذه تساوي فيها لمستين فيها الاثنان والثلاثة لماذا؟ لأن التخزين هو stall هنا كيف أستحضر هذه اللمسة؟ بالشفت بهذا ينتهي التمرين 2009 بيام 2009 بيام 2009 ينتهي